حديث عن حقل الدرة طبعاً أنا تحدثت فيه كثيراً في الإعلام السعودي وأيضاً استمعنا إلى وجهة النظر الرسمية من المملكة العربية السعودية وأيضاً من دولة الكويت ولذلك أنا أرى من وجهة نظر الشخصية أننا نبني على الرأي الرسمي الحكومي الذي يعتد به والذي استمعنا إليه من خلال بيان وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية وأيضاً من دولة الكويت الشقيقة الأصوات التي تخرج خارج الإطار الحكومي أنا من وجهة نظري أن عدم الالتفاة لها هو أفضل علاج لها لأنها هي تريد أن تجرنا إلى معارك جانبية أو إلى خنادق جانبية لأسباب هم الذين نظر ما تفضلتوا دكتور أحمد هؤلاء أعضاء سابقين في مجلس الأمة بالضبط نعم لكني أنا أرى هذا رأي شخصي أنا أرى أننا نستمر في البناء على الرأي الحكومي ولا نعطي الأصوات الأخرى هذه التي تريد أن تأخذنا إلى معارك جانبية حتى اهتمام لأن الحديث عنهم هو يبقيهم أو يعطيهم كأن لهم دور أو كأن لهم صوت ليس الكويت فقط أنا استمعت إلى أصوات في العراق والعراق هناك أصوات الآن هي تقول أنه العراق أيضاً شريك في حقل الدرة هناك في الكويت من يقول أن السعودية أعطيت الشراكة في حقل الدرة في ظروف سياسية معينة عام 2000 انظر انظر يا عبد العزيز ليس فقط أخوانجية هناك من يقول أنه من الكويت يقولون أن السعودية أعطيت حقل الدرة في أسباب سياسية إذن إذا ذهبنا نهتش دكتور أحمد زي ما قال العميد حسن لماذا لا يكون هناك صوت أيضاً حكومي يرد على مثل هذه الأصوات الشاذة أنه يكون هناك رد واضح وجلي من خلال الاتفاقيات اللي وقعت أن هذا الحقل هو مشترك بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت أنت تسأل تقول لماذا يكون هناك هذا السؤال ممكن أن نوجهه للحكومة الكويتية عاد مثل قال الدكتور حسن هذا يدخل في نظام الكويت وأيضاً قوة الدولة وقوة الصوت الحكومي وتعارف مجلس الأمة لا نود أن تدخل في شؤون الكويت الداخلية لأننا كلام كثير في هذا الموضوع فإذا كان هناك من يقول أن السعودية ليس لها حق أصلاً في حق للدرة فلا تستغرب أن يقال أن إيران لها دور أنا استمعت إلى أحد النواب أحد النواب السابقين في مجلس الأمة يقول حق للدرة هي قضية سعودية إيرانية كويتي طيب والنائب هذا كان وزير في وقت من الأوقات إذن لا نستغل مثل هذه الأصوات بل نستمر في اللحمة مع الحكومات والبناء على الرأي الحكومي اشتركوا في القناة